فعلياً فيه نقاش فيه ورقة سياسية عبيت تم نقاشها وعبيت تم إدخال تعديلات عليها من الجانب اللبناني من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي بشكل غير مباشر نعم كان فيه ردود مطلوبة من لبنان أخذت وقت نتيجة التفاول أو نتيجة التداول اللي حصل في اللبنان أخذت وقت كان الأمريكي بدو إيها بوقت أسرع نعم ولكن وأخيراً تم إبلاغ الأجوة باللبنانية والجانب اللبناني ما كان عبيضيع وقت الجانب اللبناني كان عبيحاول يبحث عن صياغ مثلى بتأمن الصيادة اللبنانية ولكن في نفس الوقت لا تعطي مكاسب مجانية للعدو الإسرائيلي جوازنا الأمر تم تسليم الرد اللبناني اليوم اليوم اللي بيعتقد بأنه بالنظرة الأولية من الجانب الأمريكي بيعتقدها أنه إيجابية وقابلة للتمرير نعم على هذا الأساس قرر أنه يجي بس كمان للمشاهد يفهم لأنه المخزي بهالموضوع أنه كمواطنين لبنانيين عم ناخد معلوماتنا من العلام العبرة بقى من واجبنا كأعلام لبناني نوضح شوي للمواطنين لبناني شو عم بيصير هلا عملت لي نظرية نضالية كورمال دايما أنا اللي بعرفه بقدر أحكيه بحكيه تفضل كان فيه مسألة عالقة حول أكثر من الموضوع ولكن بشكل أساسي حول لجنة الرقابة بالجنوب نعم وكان فيه اقتراح إجال الجانب اللبناني من الجانب الأمريكي مناقش بين الأمريكان وبين الإسرائيليين إلى حد ما لم يقبل به اللبنانيين لأنه كان ممكن بجدل اللي كان حاصل ممكن إذا تم الموافقة من جانبنا على الصيغة المقترحة من الجانب الأسرائيلي ممكن يحطنا على حدود البند السابع نعم بإمكانية التدخل التدخل أو التطبيق القصري تم تقديم صيغة لبنانية بتقدي الغرض ولكن ما بتعطي هذا المدى للتدخل بالوضع الداخلي اللبناني ولا لأنه خلق مش سوابق خلق وقائع سياسي أو خلق وقائع عسكرية ما بيقبل فيها لبنان الرد الأول اللي إجع عليها إيجابي تختصر الموضوع الرد الأول الأمريكي دون التنصيق مع إسرائيل يعني كراءة أمريكية القراءة الأمريكية إيجابية وعلى هذا الأساس طبعا هو كان المفترض الموفد الأمريكي يجي قبل ولكن لما انتأخر الرد اللبناني أجل أجل لما وصلوا الرد اللبناني بأعتقد قرر بكرة بعد بكرة بيكون هون حسب ما بتوقع حسب ما سمعت إذا بدك اختصر القراءة إلى الأمر تفضل نظريا على الورق نعم عندنا أساس سياسي لاتفاق أوكي بعد محججات عديدة وتبادل أوراق الرئيس بري والرئيس ميخاتي مع الجانب الأمريكي صار فيه نظريا ورقة عمل إلى حد ما النصوص المقترحة حوله متقاربي سياسيا هل بصير الاتفاق؟ هذا السؤال الكبير وهذا السؤال اللي ما حدا بيملك إجابي عليه غير واحد اسمه بن يمين نتنياه هو كمان قصف بيروت نعم مؤشر إسرائيلي على أنه هو يعني مش ما بده قصف بيروت اليوم ما بده تسويق قصف بيروت اليوم واستمرار القصف واستمرار يعني وين عب يوفر أي منطقة لبنانية طبعا يمكن بلحظة التفاول بآخر ربع ساعة بصير فيه إذا فعليا هاي الأجواء الإيجابية حقية واللي أنا برجع بشكك فيها نعم ممكن بآخر ربع ساعة بصير محاولة فرط شروط بالنار ولكن أنا يعني معيدا عن التفاصيل قلتها وبكررها بشك بشكل كتير كبير أنه نكون نحن ذهبين لتسويب أتمنى أكون غلطان أوف ويمكن نكون غلطان بس أنا إن شاء الله تكون غلطان إن شاء الله إن شاء الله بس هيدا شعورك طب قبل كنت عم تحكيني حكيتني عن أهل القرار من هم أهل القرار بلبنان يوم في غيب لرئيس الجمهورية وإلى أبو فاور مين عم بيأخذ القرار؟ هل هو الرئيس بري؟ الرئيس مئاتي؟ تشاور؟ لقاء طولاتي؟ كيف عم بتصير؟ مين عم بتصيخ؟ مين عم بنص؟ التشاور عم بصير بين الرئيس بري والرئيس ميقاتي نعم وفي فريق عمل مع الرئيس بري وفريق عمل مع الرئيس ميقاتي من مساعدينهم بالتأكيد الرئيس بري اللي من عم بيحكي أنا بفترض أنه هو على تشاور مع حزب الله لأنه هو الطرف العسكري الموجود بالمعركة المعني بالأمر واضح بعرف أنه هو لديه تفويض وتم تأكيد هذا التفويض باليومين الماضيين حتى لم كان في نقاش حول ما يمكن أن يدلي به حزب الله حول الاقتراحات الأخيرة حسب ما سمعت كان الجواب أن الرئيس بري هو الأدرة وهو الأحرص بالتالي التفاوض عابدور بين الرئيس بري والرئيس ميقاتي مع الجانب الأمرغاني وماكن مع الحزب الاشتراكي نحن لسنا جزء من عملية التفاوض على الإطلاق نحن بنطلع بحكم العلاقة يعني فيه إطلاع مش أكثر لا نحن ملنا جزء من عملية التفاوض ملنا جزء بس ما بيطلعوا كون على مجرية الأمور بلا بمنطق العلاقة ومنطق أهمية موقف وليد جملات ورئيته نطلع نحن من بعيد ولكن نحن مش جزء من عملية التفاوض مش جزء من القرار وهل القوات اللبنانية وباقية الأطراف طيار الوضن الحر ما بعتقد ما أنهم متطلعين ما بعرف يعني بالنهاية ما عندي فكرة وبزياراتكم عم تطلعون هل عم تلعبوا أنتوا دور الجو بيتوين وحضرتك بزيت بموضوع نحن لأخبرك الهاجس الأساسي لوليد جملات نعم هو أكيد الرئيس بري والرئيس ميقاتي مؤتمنين وعب يقوموا بما يجب أن يقوما به نعم وما عنا شكوك بهذا الأمر نحن ولا نقحم أنفسنا في ما ليس لنا فيه بالنهاية في رئيس مجلس نيابي بصفته الدستورية وبصفته التمثيلية نعم في رئيس حكومة كمان بصفته الدستورية عاب يلعبوا هاي الدورة الهاجس الأساسي عند وليد جملات هو إنشاء شبكة أمان داخلية تمنع لنصمح الله النشوء أي احتقانات أو أي صراعات داخلية نعم وبالتالي الاتصالات السياسية التي قام ويقوم بها وليد جملات وديمر جملات تهدف بشكل أساسي إلى منع نشوء أي توطر داخلي على خلفية ما يحصل في الجنوب وفي اللقعة النهاية الجيش يخضع لقرار السلطة السياسية الجيش مش مؤسسة مستقلة الجيش هو شو بتقرر السلطة السياسية هو مطلوب منه إنه ينفذ واليوم بعض التحامل اللي عب يحصل على الجيش مثلا ببعض الإجراءات اللي عب يصير بالمطار وبنقرأ بعض المقالات أو بعض التهجم على الجيش الجيش ما عب ينفذ قرار هو أخذ وقعد المجلس العسكري بالجيش اجتمعه وأخذ قرار الجيش تم تكليفه بهذه المهمة من قبل الحكومة اللبنانية بأنه لحماية مطار بيروت جزء من الإجراءات اللي تم الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية وبين الجانب الأمريكي وبين الأمم المتحدة إنه في إجراءات لازم تنعمل فبالتالي ما لازم يكون التحامل أو الهجم على الجيش الجيش عب ينفذ قرار السلطة السياسية وأي شيء يصير لاحقا بالـ 1701 وإن شاء الله وإخر شيء رح يصير يعني كمان الجيش هون ما لازم يتم النظر إليه باعتبار أنه هو يطبق سياسي خاصة لا عب يطبق سياسة قرار السلطة السياسية اللبنانية نتيجة عملية تفاوض أو تفهمات عملات محلية وغير محلية هل بتسألني الجيش هل الجيش قادر؟ بقول لك إيه الجيش قادر؟ هل الجيش مؤهل؟ أعتاد معسكريا بشريا؟ قبل الجيش أولا بيمتلك عنصر اسمه عنصر النزاهة الوطنية نعم اللي هو ما أنه جزء من الصراع السياسي ولا من حازب الصراع السياسي ولا إله علاقة هو متفرق للمهام الوطنية الكبرى بحفظ الأمن والاستقرار بحفظ الحدود باللحظة اللي بيقدر يكون قادر أنه يقوم بهذا الأمر بالتالي الجيش بأعتقد أنه كل البيئات اللبنانية تنظر نظرة احترام ونظرة ودية كبرى للجيش ونحن لو ما كان الأمر هيك كان نفجر الوضع الداخل من سنوات وسنوات ما تنسى قداش ما رقع علينا استحققات من الالفين وخمسة وجاي دائما كان الجيش في قبول لإله وطني نتيجة برجع بكرر نزاهته السياسية بأنه ليس طرفا في الصراع السياسي مأهل عسكري مأهل تقنية هاي شغلي أنا ما بعرف جاوب عنه رح نبحثها مع العمل فيه شغل عبين عمل وفيه وعود وفيه مساعدات فيه جزء مننا صار بأعتقد بيوصل قريبا هيدا نقاش تاني خليني يقول لك بس جزء من حماية الجيش لأنه الجيش اليوم درة التاجة ما تبقى من مشاهد إجماعنا الوطني من مؤسسات إجماعنا الوطني مهم كتير حماية الجيش بأنه أن لا نقدموا إلى القيام بمهمات غير وفقية غير إجماعية وبالتالي السلطة السياسية ليش مهمة اليوم دور الرئيس بري؟ أكيد بصفته الدستورية ولكن بصفته التمثيلية لأنه عاب يتحدث باسم الثنائي أمل حزب الله وبالتالي لمن عمل اتفاق التفاوض اللي عاب يصير عاب يعمل اتفاق هذا الاتفاق مفترض أنه ثنائي أمل حزب الله موافق عليه مفترض الإجراءات اللي بدأت تقرى الحكومة اللبنانية نتيجة هذه الاتفاقات كمان يكون موافق عليها طبعا تقول لي ما فيه خشية بقول لك ايه فيه خشية ولكن أنا بعتبر أن الجيش عنده حصانة كبرى وعنده مناعة كبرى ومرق على أمور أصعب من ذلك وقدر أنه يتجوزها برجع بقول لأنه الجيش ليس طرفا سياسيا وليس منحزم عميد هل فيه تنسيق ماكن اليوم يعني فيه عملية تفاوض طويلة عريضة فيه تنسيق ماكن ومقائد الجيش بالتحديد لا شو فينا نوعه شو فينا نعمل أنتو الطرف بهالمحادثات ذكر الوزير شو فينا نعمل بالنسبة للأراءة الرسمية وحق صح طبيعي الجيش مع الحكومة بصورة التحضيرات ووضع الخطط المسبقة لعملية الانتشار في جنوب عندما يحين يصير فيه الاتفاق بيننا وبين العدو الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية على أساس الجيش الخطط اللي وضعها لعملية الانتشار في الجنوب هو جاهز للتنفيذ بعد أخذ الإشارة من الحكومة وبعد أخذ التوجهات اللازمة والواجبات المحددة للجيش اللي بدو يعملها بعملية تطبيق الأرار 1901 بكافة من درجاته وأصلاً لـ 1701 إذا بدوا يتطبق أكيد رح يكون حزب الله موافق على تطبيقه يعني هو موافق على تطبيق الألف 1901 فإذاً بهذه الحالة الجيش ما رح يكون بمواجهة أحده بالعكس حيضبط أي مخازن السلاح وهيدي بتكون مكسب للجيش وهيدي بتكون كأنه عم نقدمه للجيش يعني هذا مش الجيش الوطني هيدا إذا أخذ السلاح وصادر السلاح مش معناته أنه بده مواجهة معها أنا بس عميد زمحلي لاش عم نفترض سيناريو الصدامي يعني نحن بلحظة اللي بصير فيه اتفاق على ترتيب ما 1701 ما بعض الإضافات التطبيقية كما يجري النقاش حالياً بل يكون هذا قرار إجماعي لبناني وبالتالي رح يكون المهمة اللي عب يكون فيها الجيش مهمة متوافقة عليها محلياً وغير محلياً لذلك أنا بستبعد للجيش بها الوارد ولا الأطراف السياسية بها الوارد وحكي صراحة ما حدا بوارد يقحم الجيش به هكذا مغامرة رايحين على حرب مفتوحة نعم أكثر من هيك نعم ولكن أنا بس خليني أرجع بس للنقاش حول الجيش تفضل خامسة نرجع نصوب لأمور عدو الجيش هو الإسرائيلي والجيش مش نازل عجنوب تيحمي الإسرائيلي الجيش نازل عجنوب تيحمي لبنان وحزب الله وغيرهم من الأطراف هن لبنانيين مسؤولية حزب الله فبالتالي كتير خطأ بنقاش الأمر أنه نصور كأنه الجيش نازل عجنوب نازل مهمته أنه هو يحمي حدود إسرائيل ونازل هو يقمع أهل الجنوب ونازل يداهم مستوزاعة أسلحة لا الجيش نازل يحمي لبنان وينزع الضرائع الضرائع وليس الأسباب اللي ممكن تستغل لإسرائيل لشن أي هجوم على لبنان الشغل الثاني بالمداولات اللي حصلت بهول يومين الماضيين اللي كان عبين حكى عنه مسألة آلية الرقابي اللي هي النقطة العلقة اللي كانت يعني نحن نتكتم بعدين منشوفه الموجودين بالإعلام النقطة العلقة كانت حول آلية الرقابي إذا حصل خروقات للألف وسبعمائة وواحد نعم الاقتراح الإسرائيلي الأمريكاني كان بودوا يوسع صلاحيات لجنة الرقابي أو هيئة الرقابي أو آلية الرقابي بودوا يوسعها صلاحيتها أولا ثانيا كان بده يعطيها صلاحية أنه هي فيها تستعين ب يعني بقوة خارجية كوة خارجية لفرض هالأمر كان عبين حكى أنه مثلا في صيغة دول داعمة للجيش اللبناني وفي جيوش نعمل مؤتمر مرة ممكن الاستعاني فيها عربية غير عربية غير عربية وجزء من النقاش كان بأنه هذه القوة العسكرية ممكن هي تدخل توينفورس نعم كان منطق الدولة اللبنانية توينهانس مش توينفورس وكان منطق مفيد ينعرف على الإعلام أنه كان منطق المفاوض اللبناني تحديدا للرئيس نبيه بري بما يمثل برجع بقول بصفاته التمثيلية أنه لا نحن بنوثق بالجيش اللبناني ما بنوثق بأطراف خارجية والصيغة الأخيرة اللي قدمها لبنان بس خطرة هي دوائل أبو فاور ما علي اسمح لي لا نوثق بالجيش اللبناني بس عاطينه مندية عاطينه مهمة أكيد رح يكون في مندية أكيد بس لأقول لك بالنهاية لم بيحصل على الطريقة اللبنانية لم بيحصل هذا الاتفاق هذا اتفاق بالنهاية منزم يعني جنوب الليطاني خالي من السلاح هايك الألف وسبعمية واحد بيقول ايه بس إلنا داعيشين إلنا 18 سنة لأنه بس لخبرك لأنه قبل ما نحنا نتهم حالنا بأنه إحنا ما طبقنا الألف وسبعمية واحد ما العدو الإسرائيلي ما طبق الألف وسبعمية واحد هناك عشرات الأمثلة على أنه ما طبق مش بس نحنا نجلت حال مية بالمية فأنا بس أرجع لموضوع الجيش بالنقاش اللي حصل هاليومين الثقة بالجيش عارمة شو بدك ببعض اللي بينكتب هون وهون وهون وبعض الأراء اللي بتطلع بإطار المزيدي ما في شكوك بالجيش ولا في شكوك بوطنية الجيش وأكثر من ذلك الإجراءات التي قام بها الجيش عند بداية العملية العسكرية كانت إجراءات مطلوبة منه متوافق علي أنه ما تعرض الجيش حاليا لأنه رح نرجع نستعين فيه ونحتاجه لاحقا أولا بلجنة المقترح اللبناني الأخير اللي تسلم اليوم نعم بلجنة المراقبة سيكون هناك اقتراح لقوات عربية ولكن المرجع هو للجيش اللبناني حلو يعني بيرجع الأمر للجيش اللبناني بطريقة فعلية مش مثل قوات الردع اللي كانت بالسبعين قوات الردع مشكلتها كانت فعلي أكتر من اللازم يعني حطوا إيد السوري على البلد استشهد كمان الجمهورات وحطوا إيده على السوري لأستشهد نظريا تحت أمرت كمان رئيس الجمهورية نعم تانيا أي دول رح تشارك كويلا في اقتراح لدولي من دولتين الأردن أو مصر الأردن ومصر أو مصر أردن أو مصر هذا الاقتراح اللبناني هلأ يعني وفي مدولة حصلت من قبل رئيس الحكومي مع هيد دول مع هيد دول هلأ الفكرة بأنه عم تعطينا كتير معلومات ما انتهمتني من أول الجلس أنا قلت بركة يجب أسحب منك كم شغل أنا كنت عم تكتم بسعب شوف على التليفون طلع ما في حالة غيري بالجمهورية طلعت طلعنا الوحيد بالجمهورية اللي متكتم الشي التاني بأنه بالنهاية بالشق اللبناني المهم القرار السياسي هو اللي بيحمي حركة الجيش لما بيكون في قرار سياسي واضح متوافق عليه ما بعتقد بيكون عنا كل هالإشكالات أو كل هالمخاوف وبعتقد أيضا وبعرف أنه في ميكانيزم للانتشار في آلية انتشار تم نقاشها بين الحكومة اللبنانية وبين قيادة الجيش وجيسي مثل المقال العميد جيسي الأمر الآخر من الجانب الإسرائيلي عشو نحن ركضين ورا كل هالدول الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها للحصول على الضمانات دولية بأنه إذا نزعنا الضرائع ولا أقول الأسباب من إسرائيل ما لازم يحضر بالضبط ما بيصير في اعتداء على 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 جنوب لبنان القرار الأخير اللي اتخذ بتطويع 1500 عسكري نعم واللي حتى اللحظة رافض يمضي مع الوزير الدفاع بأعتقد مشينا بآلية تحويل الأموال اللي أقلو من كبل الحكومة اللبنانية رغم رفض الأمضاء اللي شو سببه رفض الأمضاء أنه هو معالي وزير الدفاع بيعتبر أنه إجل القرار طلب التطويع ما إجا منه شكليات إجا من مش شكليات إجا من وزير المالية نعم وهو بنفس الوقت ما بيحضر نتيجة الموقف السياسي لفريق السياسي ما بيحضر مجلس وزراء طيب لا بترحم لا بتخلي رحمة الله تنزل في نحن مصير بلد بين إيدينا في مصير بلد بين إيدينا ونحن بحاجة أنه نطوع نعم نجي نحن أمام بعض المواقف السياسية الدخلية بنعيق الأمر بحب ذكر ورئيس الأركان بعده لليوم ما صدر مرسوم تعينه هو مفكر حاله عبي يخدم الجيش لمن عبي حط الجيش بوجه الطبقة السياسية الطبقة السياسية أو الكوة السياسية أو الحكومة اللبنانية ما هي داعمة للجيش وبالتالي ما منكون عم نخدم الجيش لمن نحن بنصبه أو بنحطه بموقع العداء ما نحطه بموقع العداء عم نقوله أن الطبقة السياسية أخلي بوجباتها الوطنية مش مزبوط سمح لي طول بل وبعدين إذا الأستاذ توني بيعرف عن حدا سياسيين سرقوا مصاري سميهن ما يعمم إذا بتعرف حدا سرق مصاري تفضل قول من اللي سرق مصاري ما تكبل كلام جزافا أنا سياسي وبنتمي لحزب وجزء من الطبقة السياسية بتحدى أي حدا يقول أن نحنا عنا خطأ به هلا عبتصالني عن لجينة الدفاع حصل نقاشات كتير بلجينة الدفاع كان يجي قائل الجيش كان يجي وزير الدفاع ولكن ما أقول لك النقاشات التي ترقى إلى مستوى تمكين المؤسسة بما تستحق ولكن المشكلة مش هون نحكي مشكلة سياسية المشكلة سياسية كمان هيدا الشيء أنا ما أفهم المشكلة سياسية المشكلة خانا حكي صراحة أنه في مسألة مقاومة إسرائيل نعم لم يعهد إلى الجيش اللبناني بهذا الأمر وكان دائما هناك من ينازع الجيش اللبناني موقعه في هذا الأمر وما بنخفي أنه نحنا في جدل كتير كبير حول علاقة سلاح حزب الله بالدولة اللبنانية يعني المسألة مش مسألة أنه جهز كم كتيب يجهز كم ما المسألة شو القرار السياسي نحنا بعد اتفاق الطائف طلعنا بمجموعة حلصات أنه اتفاق الطائف لبنان إسرائيل بلد عدو نحنا منلتزم بالهدنة في إجماع من اللبنانيين حول هذا الأمر أقول نحنا أنا خلاف حول هذا الأمر والخلاف حول هذا الأمر هو اللي أدى أحساب الجيش أحساب كل الدولي وأحساب كل منطق الدولي نحن نحكي صراحة أنا بستحي وبحاذر أحكي هلأ نحنا بقولوا تأدب في حضرة الوجع يعني هلأ نحنا في اعتداءات وفي ضرب إسرائيلي بنحاذر أنه نحكي ولكن بنفس الوقت ما هذا جدل التاريخ اللي حصل وهذا اللي نحنا لازم نستفيد منه بالنقاش المستقبلي اللي عاب يحكي استراتيجية دفاعية بالحوار الوطني بين اللبنانيين وعدم استسهال بعض الخيارات مثل 15-50 أو غيره عاب قول هاي الكلام لقول أنه نحنا فعليا بعد هاي الحرب بحاجة نرجع نستعيد بعض الخلاصات الوطنية حلو وبحاجة نرجع نناقش بنقاش وطني لبنان ككيان في دائرة في دائرة الحطر من وراء الحرب الإسرائيلية من وراء التدعيات الداخلية للحرب الإسرائيلية من وراء بعض الخطاب الداخلية كيف من رد على إسرائيل كيف من رد على إسرائيل بالوحل اللوطنية ببناء الدولة نحنا بالنهاية بالتأكيد وزارة الدفاع ومجلس وزراء ولكن ما يصنع هذا الفهم اللبناني المشترك هو التوافق اللبناني التوافق المكونات اللبنانية للأسف بطاريخنا اللبناني انت بتعرف أنه طواقف اللبنانية تتصيد وعثرات بعضها البعض صح يعني كل طايفي أو كل مجموعة الطواف ينتروا طايفي لتوقع على كبوت هذه الطايفي يبنوا نفوذ إضافي كورميل هيك يوم نطرين الطايفة الشعية نعم يوم نطرين الطايفة الشعية البعض البعض بيعتقد بأنه هذا الذي يجري سيمثل كبوتا ما بعدها كبوي للطايف الشعي وطالما أنه الطايف تتوارث النفوذ والكماء واستياد بعض البعض وهي الشكل ما رح يصير في دولة رقصة التانجو وبدأ اثنين بدأ فريق اللي هو اليوم مبلوم وهو تحت الحرب وتحت القصف ومش وقت أنك تجي تناقش معه هلا تقول له هاي الكلام لأنه أكيد ما رح يقبل هاي الكلام هلا هو اليوم بمعركة وهو تحت العدوان وتحت القصف وعم نشوف الشهداء هو بحاجة يعمل مقاربة موضوعية للمستقبل والفئات الأخرى أو المكونات الأخرى بحاجة تستقبل هذا العائد إلى الصيغة اللبنانية افتراضا ليس بالسكاكين المسنونة بل برغبة الاستعار والبناء المشترك بالبناء المشترك نعم للأسف بداريخنا مصر هيك دائما كان يصير عكس هيك نحن بالتأكيد أنا بعضي مثل بالإسرائيلي طيب بعد حرب الالفين وستي التي مثلت إخفاقا ما بعده إخفاق للعدو الإسرائيلي عملوا لجنة فينو جراد على اسم القاضي اللي ترأسها صح إلياهو بتصور فينو جراد اللي اشتغلت سنتين صح تدرس أسباب الإخفاق واللي كانت جدا تنحدي برسم ستمائة صفحة برسم 74 شهادي نعم من عسكري وسياسي وخبير طلع التقرير بالتوصيات صح هل نجرؤ نحن في يوم من الأيام بعقل وطني مشترك هادئ نجي نقرأ الذي حصل ونستخلص منه الذي حصل رح تكون عنكم مبادرات كحزب بتأكيد نحن عم نبادر بها وغيرها طبعا هلق النقاش هذا النقاش مش اليوم ايه اكيد عننا ونحن أنا بتمنى كمان رح وزودك بما أنه النقاش إليك وللعميد رح بعط لك نسخ نسخ عن الاستراتيجية الدفاعية اللي نحن اطرحناها بطاولة الحوار بطاولة الحوار وبعد طاولة الحوار اللي هي بتجمع بين فكرة الموقف العداء لأسرائيل واللي بتجمع بين فكرة الحفاظ على حد أدنا من قرار الحرب والسلم بالدولة بمعنى أنه حتى بعد اللي حصل مؤخرا بحاجة نحن نناقش لأنه نحن موقفنا كمان صارت أهيان يوم أو أصعب نظرا بتمنى تصير أهوان ربطا كيف نتعامل نحن مع أهل الجنوب نتعامل مع أبناء مكوناتنا أبناء وطننا نتعامل معهم أنه نحن الذي حصل أصابهم وأصابنا النهاية ما فيه لبنان اليوم يقول أنه أنا أولاً هذا اللي عبقات البجنوب عبيستشهد هذا أجير لإيران هذا ما فيه أجير بيستشهد هؤلاء ناس عم يناضل عن خناعة لأجل وطنهم وبنفس الوقت أنت بدأك تجهز البنية الدغلية تفضل تحكي أنا وياك بالمصلحة المشتركة إلي وإلك لوطننا أنا بعتقد بأنه طبعاً هلأ هذا الحديث مبكر جداً صحيح وكمان ما بنسى أنه نحن هذا النقاش كمان ما كان النقاش الحقيقي يعني كمان ما نحن نطور العنوان لوحدة الصحات وتطور لأدوار خارج لبنان كله هذا بحاجة أنه كلنا كل لبنانيين نرجع نقول نحن نريد أن نتواضع وننازل لمصلحة الدولة مش لمصلحة ضعب كل الاحترام معالي الوزير بس أنا بدي أسأل سؤال كل الاحترام والتقدير لشخصه وبنهاية هذا رأيه السياسي فيه أسأل بظرف مثل الظرف اللي نحن مارقين فيه بالبلر نحن مش بحالة حرب نحن بما يتجاوز الحرب صح مارق على لبنان ما يجري اليوم حاليا طيب شو المبرر أو شو السبب أو الذريعة اللي بتخلي وزير أو وزراء يغيبوا عن المؤسسة الدستورية الموجودة اليوم اللي هي عبد دير الأمور اللي هو مجلس وزراء وأنا هون بناشد حصه الوطني لمعالي الوزير وبناشد مسؤوليته الوطنية هو باقي الوزراء ما في داعي للاستمرار أنه يرجع الاجتماع ما يرجع الوزراء يرجعوا جلسي وحده بعد بتصور اغتياج سيد حزن نصر بعض مننا ما رجعوا وبعرف صار نقاش مع رئيس الحكومة على إجراءات معينة كل هذه الإجراءات باعتقادي أو الاشتراطات لا قيمة لها إزاء المسؤولية الوطنية التي تحصل اليوم تحديدنا وزير دفاعي أنا بفهم بهذا الظرف هناك أكثر من اقتراح قانون كل واحد بصيغة في شيء لقائد الجيش في شيء لقائد الجيش مع قادة الأجهزة الأمنية في شيء لرتبة العميد في شيء لكل العسكريين في شيء للعسكريين والمدنيين اللي قدموا الأستاذ جهاد الصمد وبالتالي صار في غابة من اقتراحات القوانين الضرورة السياسية الأساسية هي التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية هناك اتفاق ولكن طبعا فيه نقاش حول أنه ما يلحق ظلم بحدا وفيه تداول عب يحصل بين الكتل النيابية باعتقد أنه خلال يومين المقبلين بتتضح الصورة قناعتي إيسا يكون هم ناك تمديد بالتأكيد لقائد الجيش وقائداء الجهزين الأمنيين اللي وقع عمار عثمان واللي وقع بيسري هيا على الأكيد وممكن أنه يكون فيه خيارات كمان لاحقة تتوسع أكتر منها فيه اختراحات ونقاش حول هذا الأمر ولكن باعتقد الصيغة الأقرب هي الصيغة الأولى بتوافق على أداء قائد الجيش؟ الحالي بالتأكيد بوافق وباعتبر أنه هو لعب دور وطني بامتياز وعلى مسافة وحدة من الكل أدار مؤسسي بأصعب الظروف بأعلى درجات الكفاءة بس أنا تسمح لي بإضافة بسيطة واقعيا انسداد أفق السياسي بمعنى الوصول إلى مرشح ممكن أن يتم التفاوض يفق عليه عب يخلي الناس تروح على خيارات قادة الجيوش اللي كمان لازم نعترف واقعيا قائد الجيش عنده شرعية وطنية بمعنى أنه قائد جيش وهذه بتعطيه لفرج وهو عنده شرعية مسيحية كمان هو عب يترأس مؤسسة يعني بيعرف التوزيع الطائفي بلبنان في موقع أساسي بأهله لهذا الأمر في تجارب كانت ناجحة وهون برجع لعدم التعميم وفي تجارب ما كانت ناجحة بعض تجربة فؤاد شاب رئيس فؤاد شاب اللي كانت من أنجح التجارب المؤسسة لدولة لبنانية بعض تجربة رئيس ميشيل سليمان اللي بعهده كان في طاول يجامع كل الناس وكنا تفدينا الكثير من الإشكالات بالأداء المميز اللي كان موجود لو طبق بعد لو طبق بعطيك أعلان بعبداء وغيره وغيره من الخضايا لذلك كمان بالتأكيد ما لازم أغراق الجيش مشكلة الجيش بالإمكانيات حاليا مؤخرا هي جزء من المشكلة العامة بالبلد مع الجيش تبدو أكثر ضراوي ليش؟ يعني مبارح العسكريين اللي استشهدوا بالمارة قضاء حصبية صح استشهدوا بيقبض يمكن 100 دولار بالشهر الشاب منهم أكيد ما كان رايح من شأن الميدل الرايح لأنه مرتبط بجيش بمؤسسي مرتبط بوطن يظهر الأمر عيبه الكبير اللي ما بتحكي عن مؤسسي مطلوب منه كل هذه الأعباء بنفس الوقت أنه عاي بتعيش هذه الظروف الاجتماعية ومع الشكر والتقدير لكل المساعدات اللي عاي بتجي إن كان من قطار أو قبل منا من الولايات المتحدة الأمريكية ببعض المبالغ الشهرية هذا ليس هكذا توضيحا للمشاهد بعده بيجي جزء من راويته من قطار بعتقد انقعد في شي مستمر من قبل الجانب القطاري لا بتصور إجا شي من شي أربعة شهر يعني مش هاي الجيش بما عيشته مع الشكر للدول اللي عب قدم ولا الجيش بمعنوياته العسكري بمعنوياته وأنه أنت بتعيشه على ميد دلار بالشهر طبعا نحنا بانهيار اقتصادي وبأولوية أي نهوض اقتصادي لازم يكون تعزيز الجيش وأنا هون بيقتنع أنه تمكين الجيش لا يمكن أن يكون بقرار خرج أنا هذا كل الأدلة التاريخية بتقول حتى أكثر الدول تعطفا مع الجيش وإغداقا على الجيش لم تعطي الجيش ما يحتاجه لكي وما رح تبديعه حاليا مش بس هيك ما رح تعطيه الإمكانيات اللي إلى أحد ما بتخليه يشكل خطر على إسرائيل لين لغت الهبة السعودية؟ الهبة السعودية نتيجة المواقف السياسية اللبنانية ما كنا عم نسرب بنا؟ نتيجة المواقف السياسية اللي معطوفة على حرب اليمن بعض الأطراف الداخلية اللبنانية اللي كانت إلى حد ما مرتبطة بالأحداث باليمن هل عندك هيك بصدق يعني تفاقل للبنان العشرين ثلاثين رح نخلص بقى من أزماتنا؟ ربطا بنحنا كيف نتصرف إذا نحنا نستخلص من كل أزماتنا الوطنية وآخرة هذه الحرب اللي بيأمل تنتهي بكرة وشفنا ما بلغته من الضراوي يعني الواحد اللي بيشوف المشهد اليوم ببيروت وغيره من المشاهد بس إنه هذا القتل المباح المشروع بأحياء في محل ما ضربوا وفي حد منا قاوة قاوة للناس العاديين يعني ناس مانوا علاقة بشيء ربطا بالخلاصات اللي نحن نخرج منها وأنا هون بدي أقول شي بأنه نحن سريعا خلص وقتنا الحوار 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 والتفاهم وما حدا يفتكر أنه هو التفاهم والتفاهم ما حدا يفتكر أنه هو يعني في ياخد البلد لأفاق أخرى بدون التفاهم شكرا بس سمح لي بدي بس كمان شكر كمان نذكر الأجهزة الأمنية كمان الأمن العام أو أمن الدولي أو قوة الأمن الداخلي اللي إضافي للجيش عب تقوم بجهد أساسي